أحيىت رواندا اليوم ذكرى مروري 25 عاما على اندلاع الإبادة الجماعية بالعاصمة كيجالي والتي خلفت أكثر من 800 ألف قتيل خلال نحو ثلاثة أشهر وبدأ الرئيس الرواندي مراسم أحياء الذكرى بوضع أكالي للزهور عند موقع النصب التذكري للإبادة بالعاصمة وستحضر عدد كبير من الوفود الدولية ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلوديونكر وخلال كلمته في إحياء الذكرى قال كجامي إن ما يمكن استخلاصه مما حدث في رواندا قبل 25 عاما هو الأمل العميق لعالمنا معكدا أنه لا يوجد مجتمع لا يمكن إصلاحه من جانبه أكد صلاحها بمانا سفير رواندا لدى القاهرة في تصريحة خاصة لتن أن رواندا استطاعت أن تتخطى المجزرة بعدما قررت نبذ العنف والتطرف وتحقيق المصالحة بين كافة طوائف الشعب وتخفيف الآلم النفسية التي أصيب بها الناجون بعد فرارهم من المذبحة أننا نريد أن نقول للعالم أن هناك الحياة بعد الموت بعد أن فقدنا أقرب إلى مليون وزيادة بشر في مائة يوم من قبلة التوتي قررنا أن نعيش وقررنا أن نكون واحد وقررنا أن نمحق كل ما يسمى قبائل عندنا وأصبحنا كلنا روانديين ندي ومني رواندا كلنا روانديون الرسالة هي نحن